عشان ما طاولش عليكم نروح لأخبار النادي الأهلي النهاردة طبعاً الأهلي عندنا مطش يوم الجمعة بإذن الله خلينا أقول لكم البروجرام الأسبوع ده الأهلي إن شاء الله يسافر للجزائر يوم الأربعة طائرة خاصة مجلس الإدارة قرر أنه يكلف محمد الجرحي يعود مجلس الإدارة أنه يترقص البعثة وهو بالفعل بدأ التنسيق مع كابتن خالد بيبو في الترتيب والتحضير لسفريات النادي الأهلي الأهلي هي سافر على طائرة خاصة إن شاء الله يوم الأربعة النهاردة كان فيه تمرينة بس الحراس المرمى بقي الفريق فيه كتمرينة في الجيم يعني وزي ما حالتكم شايفين كده شبير حمزة علاء زنفولي صفقة الأهلي الجديدة على فكرة ولد ده مبشر جداً 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 يمكن الناس كتير جداً استغرابت اسم ما كانش مطروح اسم ممكن يبقى مش جماهيري لكن اللي مذاكر أو اللي متابع الدولي المصري زنفولي أرقامه مميزة جداً 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 وعمل موسم أكتر من رائع واعتقد إنه واحد من الأسماء إحنا لو افتكرنا كده شبير مدرسة الأهلي إكرامي مدرسة الأهلي ثابت مدرسة الأهلي حضري جي بدري قا شوية بس نجاي من دومياط الشناوي ابن الأهلي خرج فترة يعني عشان ياخد فرص مشاركة ورجع الشناوي للأهلي مرة تانية بس ما رجعش الشناوي بتاع دلوقتي يعني خلينا نتفق إنه الشناوي اللي بقى حرص مصر الأول واحد من أهزم حراس المرمى اللي جون في تاريخ الكرة المصرية ما جاش الأهلي وهو الشناوي ده الأهلي فيه مدرسة حراسة مرمى وبص كده لتاريخ حراس المرمى على مستوى منتخب مصر تلاقي إنه 99% أو 95% منها أهلي هو الحرص الأول فأنا أعتقد أو أتوقع إنه لو اشتغل على نفسه الزنفولي ممكن يبقى اسمه في حتة تانية منافسة مع شوبير طبع الزنفولي مش مقاد إفريقيا فبالتالي الأقرب لمطش ومع إصابة الشناوي الأقرب لمطش شباب لزداد هيكون شوبير وبمناسبة الأقرب والأبعد عندنا قيمة إصابات مش قليلة يعني الأسماء اللي هقولها لحضراتكم دي غايبة بشكل كبير عن مطش شباب لزداد غايبة عن الحسابات مش كلهم بسبب الإصابة لكن أغلبهم إصابات الشناوي إصابة طبعا إصابة الكتف اللي تعرض لها مع منتخب مصر محمود متولي إصابة خلال عبد الفتاح إصابة محمد دوي كريستو عنده شد في العضلة الخلفية برا الحسابات بس إن شاء الله بإذن الله مش هتاخد وقت يعني عبد القادر برضو إصابة وسامة أبو علي إصابة أليو جانج ما قدرش أقول إصابة هي كدمة كدمة خفيفة أو شد خفيف في العضلة الخلفية وفيه احتمال لمشاركته يعني فيه احتمال لمشاركته وإن كنت أشوف إنه أنا أشوف معاكم حسابات المجموعة برضو يعني مطش مش مسهل على الإطلاق برا في الجزائر شباب لزداد موقفه مش أحسن حاجة في المجموعة فرصة كبيرة جدا بالنسبة له وأنه بيستقبل أهلي على ملعبه فطموحاته كبيرة جدا عمر كمال برضو مش هيشارك طبعا عشان شارك مع فيوتشر في الكونفدرالية فهو بر قائمة الأهلي الأفريقية زونفولي برضو ما تمش قيده في القائمة الأفريقية وأحمد دبيل كوكا إصابة وبرسيتاو طبعا لعب مبروك طبعا البرونزية مركز ثالت فيه جنوب أفريقيا طبعا عاملة مركز ثالت فيه أمم أفريقيا بس طبعا هيتم استبعاده وأعتقده جهاز الفني مديده راحة عشان يعني حالة الإجهاد اللي عنده لكنه بنسبة كبيرة ممكن يبقى بر حسابات مارسل كولر في مباراة شباب لزد